اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بديفن النهاردة سعيد علي نقضنا الرياضي المتميز سعيد اتكلمنا على ليبر بول والفوز اعتقد فوز سهل على نورد سيتي 3-1 لكن كان في مبراء قمة في جولة دية البريمير ليج المان سيتي و توتنهام توتنهام بيوحي البريمير ليج من جديد بعد ما كنا قبل اسابيع قليلة جدا بلون 8 نقاط فارق للسيتي خلاص الدوري انتهى لصالح جوارديولا لكن بعد تعادل مع السلامة ثم الهزيمة توتنهام قدم مفاجأة كبيرة جدا وفي الحقيقة اللي شفناه في المؤتمر الصحفي والتقدير الكبير من كونتي ظهر عكسه في الملعب كان تقدير غير عادي لجوارديولا لكن واضح انه كان عنده ثقة كبيرة في قدرته على تجاوز السيتي وتقديم مبراء لان لما شفنا تصراحات اللاعبين واضح ان الحوافز كانت عالية جدا عند الجهاز الفني وعند اللاعبين شفنا تصراحات بعض المباراة بتقول انها هتكون نقطة تحول في مسيرة الفريق هذا الموسم فبالتالي كانوا مؤمنين باهمية هذا الفوز لكن قدرت اقول انه وارديولا ارتكب كتير من الاخطاء في هذه المباراة لأول مرة هذا الموسم بيلعب السلاسي جوندجان برناندو سيلفا دي بروين كان دايما اثنين منهم بس في الملعب فده أدى لتغييرات كتير جدا في الأدوار لأول مرة بتشوف أو بيعيد مرة أخرى برناندو سيلفا لدور المهاجم الوهمي فودن بيرجع للوينجرايت لأول مرة من زمن تويل كان اخر مرة شوفت فودن في الوينجرايت كان في مباراة ليفربول الموسم الماضي فبالتالي انت اللعبة بتجيد في هذه الأدوار لكن تمرصها عليها انها لعبة مباراتين تلاتة أمام خصم أقل بعض الشيء من توتنهام يخليها يلعب مباراة زيادة لكن انت تعمل كل هذه التغييرات فهذا التوقيت ده أدى لحالة من التراجع وفي وجهة نظر تاني تقول كونتي كان عنده تفوق على النواحل التكتيكية داخل الملعب صحيح وقدر حتى من خلال رؤيته في الملعب انه تفوق على جارديولا صحيح هو الرجل قدر يدى المساحات كويس جدا ومن الاخطاء اللي وقع فيها جارديولا انك لما تواجه خصم بيلعب خمسة ثلاثة اثنين أو خمسة اربعة واحد وبتواجه كونتي اللي معروف انه هو الدقيق قوة في هذه المساحات فبالتالي انت بتدور على اللعب اللي بيفك التكتر اكتر فهنا كانت الحاجة اكبر الى رياض محرز رياض محرز اللعب الوحيد في السيتي او افضل لعب السيتي اللي هو بيقدر يلعب دريب الواحد على واحد بيعرف يتجاوز المدافعين فحتى لما دخل رياض محرز في الجزء الاخير من وراه كان قدرة وصول السيتي لمنطقة جزاء او الستة يارضا في توتنهام كانت اقوى عنده حافظ اكبر هاريكين قدم مباراة مسائلية بيقول اننا هتكلم معك عن هاريكين لان الكلام يطول على هاريكين خلينا نشوف ارقام المباراة احساية ارقام المباراة ما بين المان سيتي وطبعا توتنهام ومن خلال الارقام ممكن نطلع ممكن نطلع طبعا توتنهام والفوز 3-2 على من سيتي الفرص طبعا اربع فرص لتوتنهام قدر يحرز من الاربعة تلات اهداف في حين المان سيتي عنده سبع فرص للتهديف احرز منها هدفين الهدف المتوقعة كانت لصالح المان سيتي 2.7 مقابل 1.3 الاستحواز اكيد يعني استحواز دايما لصالح المان سيتي ب72 مقابل 28 وعايز اكلمك عن نقطة دي لان الفارق كبير جدا جدا ودي الكورة الاكتب الكورة الايجابية اللي بنتكلم عليها الاستحواز او التمرات الصحية كانت 82% لتوتنهام مقابل 89% للمان سيتي بنتكلم على التصويبات توتنهام سبع تصويبات منهم خمسة ما بين القائم والعرضة منشستر سيتي 22 تصويبة ما بينهم ستة ما بين القائم والعرضة العرضيات اربعة توتنهام سبعة وتلاتين عرضية للمان سيتي توتنهام ولا ركنية في حين في عشر ركنيات للمان سيتي بعض الارقام واحنا بنتكلم في احصائيات لما تبص لها تقول لا المان سيتي هو اللي بيفوس لكن وجهة نظرك التحليلية الاستحواز اللي عد اكتر قرب على 80% وفريق مستحوه 80% ويخسر المباراة تحليلك هل خطأ على مستوى التكتيك هل خطأ على مستوى الانتشار مش مستعد بشكل كويس للكاونتر اتاك يعني رؤيتك الفناني بشوف كابتن هاني من خلال الارقام ان قدرة السيتي واجوردول على خلق الفرص كانت اقل بكتير جدا من الاعتياد اللي احنا متعودينه على السيتي سبع فرص ده قلال جدا لمنشستر سيتي الفريق اللي احنا متعودنا دايما قريب من 20 وفوق 20 فرصة بكل مباراة فده بيقولك ان الاستحواز كان دايما بعيد عن التلت الاخير من الملعب وبعيد عن منطقة جزاء توتن هام فبالتالي القدرة على الاختراك كانت ضعيفة جدا في حين ان انت قدرة ان توتن هام يسنع عليك اربع فرص ده رقم كبير لتوتن هام لان توتن هام فرقة مش بتهجين كتير ولان الفرصة عن توتوة توتن هام بتبقى فرصة هدف مؤكد لان سيتي بيترك مساحات غير عادية في التلت الاخير وكل فرصة بتروح على مرموان بتبقى هي فعليا فرصة هدف مؤكد اربع فرص ثلاث اهداف صحيح بتبقى فرصة هدف مؤكد ان انت بتقدر توصل بانفراط او بمواجهة لحلس المرموان في خلف الستة يرضى فبالتالي اربع فرص تستعمل طبعا ايضا عند الصورة دي رجعونا الصورة دي تانية صورة هاري كين هاري كين كمان يعني كان اعتقادي كمان كان في حاجة قالها جارديولا بعد المباراة وكان كنت بتناقش بها مع سعيد يقول لك هاري كين يعني هو جارديولا قال كل الناس كان يتعارف ان احنا مهتمين جدا وعايزين هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية فمش عايزين يعني هو مش محتاج يبين نفسه وحبكت يبين نفسه في المباراة دي كلنا عارفين امكانيات هاري كين تعالوا مع حضراتكم نشوف جارديولا قال ايه بعد العزيمة من توتينام 3 اتنين